رواية جميلة ينقلها الشيخ الكليني في الكافي وهذا هو الجزء السادس رواية عن الإمام السجاد صلوات الله وسلامه عليه مروان ابن الحكم يسأله ما اسمك في حياة الإمام الحسين في المدينة ما اسمك الإمام السجاد يقول فقلت علي ابن الحسين فقال ما اسم أخيك كان معاوية قد أمره أن يسجل الناس في المدينة وأن يسجل أسماء شباب قريش فسأل الإمام السجاد وكان في صغره في صغار سنه فقلت علي ابن الحسين فقال ما اسم أخيك فقلت علي قال علي وعلي وأولاد الحسين كلهم اسماؤهم علي حتى عبد الله الرضيع اسمه علي كل أولاد الحسين اسمهم علي لحب الحسين لعلي ونحن نحب الحسين لعلي أليس حينما قتلوه قالوا له نقتلك بغضا لأبيك علي ونحن نحب الحسين لعلي مثل ما هم يبغضوه لبغضهم لعلي نحن نحب الحسين لحبنا لعلي سأله ما اسمك الإمام يقول فقلت علي بن الحسين فقال ما اسم أخيك فقلت علي قال علي وعلي ما يريد أبوك أن يدعى أحدا من ولده إلا سماه عليا بعد ذلك يرجع الإمام السجاد ويخبر الإمام الحسين بما قاله مروان فقال ويلي على بن الزرقاء دباغة الأدم دباغة الأدم لو ولد لي لو ولد لي مئة لأحببت أن لا أسمي أحدا منهم إلا عليا هناك رواية في موطن آخر قالها إمامنا السجاد لو ولد لأبي ألف لما سماهم إلا عليا علي أحب الأسماء إلى أهل البيت وأحب الأسماء إلى رسول الله أحب الأسماء إلى رسول الله ورسول الله